خلاف فانقسام فانسداد سياسي بين مفاوضات الأطراف الكردية على منصب رئيس الجمهورية السجال الكردي يغيب ملامح حسم المباحثات بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حيال اسم المرشح للمنصب فالتوافق الكردي ما تزال معالمه غير واضحة التوافق بين الاتحاد والديمقراطي قد توقف وكذلك حصول البيت الكردي على مرشح واحد وتقديمه إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الكتل السياسية غير موجود لغاية الآن والطرفين يتمسكان بقضية أن المنصب من حق الاتحاد الوطني ومن حق الديمقراطي الدعوات من الحزبين الكرديين للتوافق يقابلها تمسك من قبلهما على حقية الظفر بالمنصب معادلة كردية تنتظر جلسة المحكمة الاتحادية مطع أذار المقبل والتي قد تفق جزءا وفق بعض القراءات من رموز تحقيداتها إذا لم يذهبوا باتجاه تسريع الخطوات خصوصا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن المحكمة الاتحادية وهذا بالحقيقة شيء كبير أو توقع كبير جدا في أنها ستذهب باتجاه دستورية ما جرى من إعادة الترشيح إن لم يجري الأمر سيذهبون باتجاه إما أنه لا يبقى في الساحة إلا السيد برهام صالح ومن كان مرشحا غيره الجمود الكردي في مسارح الحالة ملف منصب رئيس الجمهورية مرتبط بجمود المفاوضات بين الفرقاء السياسيين بشأن التحالفات فالديموقراطي الطامح لما يلاني كفة المنصب لصالحه يعول على التحالف الثلاثي لحسمه أما الاتحاد فيتمسك بالمنصب وفقا للعرف السياسي على المنصب في ظل معادلة سياسية جديدة أفرزتها الانتخابات وملامح التحالفات من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير